نحن وسط نهر الدانوب الذي يفصل الأراضي الرومانية عن الأوكرانية منها وعلى متن سفينة أو عبارة أوكرانية كما نشاهد العالم الأوكراني وإذا أخذنا الصورة في هذا الاتجاه سنتعرف أكثر عن ما يحدث على متن هذه العبارات هنا تنطلق كل ساعة ونصف الساعة عبارة من الأراضي الرومانية إلى الأراضي الأوكرانية لاستحاب نازحين ولاجئين يتم إدخالهم إلى الأراضي الرومانية ولكن العدد كما سألت قبل قليل هو أقل من المعابر الأخرى كمعابر سيريت مثلا هذه هي الأراضي الأوكرانية هنا تقوم السلطات أو سلطات حرس الحدود الأوكراني بإبلاغ السلطات الرومانية من الشق الروماني من الضفة الرومانية للحدود عن ما يحدث إذا أخذنا الكاميرا إلى هذا الاتجاه سوف نعرف أكثر يقومون بإبلاغ السلطات الرومانية بأن هناك لاجئون وصلوا إلى الضفة الأوكرانية من الحدود وبعد ذلك تقوم السلطات الرومانية فورا بإلسال عبارة مثل هذه العبارة إلى الضفة الأوكرانية من النهر الدانوب ومن ثم يقوم أو تقوم السلطات الأوكرانية بإركاب هؤلاء النازحون على متن العبارة ومن ثم يتم نقلهم إلى الأراضي الرومانية وإذا دخلنا في الصورة قليلا في عمق هذه الصورة نشاهد هذا المعبر هذه اللحظات تصل العبارة طبعا وهي بشكل استثنائي استطعنا بعد جهد جهيد أن نكون على متن هذه العبارة فالسلطات الرومانية قالت لنا إذا دخلتم الأراضي الأوكرانية أجب عليكم أن تحملوا تأشير فيزا ولكن بعد مفاوضات مع كابتن أو قبتان العبارة استطعنا فقط أن نأتي إلى هذه المنطقة دون النزول إلى الأراضي الأوكرانية لنشاهد ونرصد عبر شاشة الحدث ما يحصل على هذا المعبر النهري هنا دانوب هذا هو الحد الأوكراني ومن جهة الأخرى الروماني بعد ثوان من الآن سوف تقش العبارة بحيث يتم إدخال اللاجئين الأوكرانيين إلى داخل رومانيا بشكل سريع بحيث يبدو المشهد من خلفك وكأنه خال تماما سيصلون الآن إذن على ما تؤشر يا لي لا هو ليس خالي أبدا نعم الذي يحصل بعد قليل أن اللاجئون الذين يصلون إلى النقطة الحدودية لا يمكنهم الاقتراب من العبارة قبل التأكد من أوراقهم وقبل تجمعهم في مركز خاص يقع في الضفة الأوكرانية أو في الجزء الأوكراني من الحدود النهرية ومن ثم ينتقلون إلى هذه العبارة لنقلها من الأراضي الرومانية ولكن نشاهد بعض الأشخاص كهذه السيدة التي نشاهد بالصورة الآن هي أوكرانية تعود إلى بلدها وإذا أخذنا الصورة خلف الكاميرا سوف نشاهد آخرون وصلوا للتوم من الأراضي الرومانية معنا على متن هذه العبارة يدخلون الأراضي الأوكرانية ومن ثم يتم إنزال هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الأوكرانية وبعد ذلك ومن هذه النقطة تحديدا كما نشاهد هنا على يسار الشاشة نشاهد أن هذه الباخرة أو هذه العبارة تتوقف هنا يتم إنزال من على متنها هذه هي أوكرانية هذه الأراضي الأوكرانية وهذا هو العلم الأوكراني في الصورة وبعد ذلك يتم إجلاء النازحون اللاجئون الذين وصلوا من الأراضي الأوكرانية أوديسا تبعد من هنا لا ننسى أنها لا تبعد أكثر من 40 كم ومدينة إسماعيل أو إسماعيل باللغة العربية تبعد بضعة كيلومترات والكثير منهم يأتي إلى هذه المنطقة هربا من الحرب في بلادهم ومن ثم الكثير يأتون كذلك من كييف العاصمة الأوكرانية ليس الأوراق التي يتم تدقيقها هي الأوراق الثبوتية المعتادة طبعا جواز السفر وما إلى ذلك الذين يحملون فقط مثلا جواز سفر أوكراني نعم هناك طبعا هو من يترك البلاد إن كان أجنبيا يمكنهم غاردة البلاد جميع الحدود الرومانية الأوكرانية ليست فقط هذه الحدود